اسميتي فارح بالقايد العمر ديالي 33 سنة كان سكون في الرباط أنا مسيحية مغربية وفي نفس الوقت عدوة في الجمعية المغربية للحريات الدينية وبسفا عمل يعني في المغرب كيانا كتقى فادي الحنا مسلمي حنا كامني بحل بحل يعني ما كانت تقبلوش الاختلاف بسهولة أنا را قبل من كن مسيحية راه تدز من المراحل وحد أخر كتفيع ملحيدات كنت لدينيات دزم بزاف دلمراحل فدلمراحل كانو كتك نحس بالغربة يعني بالغربة فسط الوطن ديالك يمكن كمسيحية كتكون أكثر لأنك في حد المجال الديني منضام لا شيء بحل ملحيد ولا ديني يعني هو حر الدراسه وليبر ما عندوش توقوس مثلا معينة لكن في الدين معين مسيحية مثلا عندك واحد توقوس خاصة تقوم بها لانك هنا كتحس بالأزمة أكثر من الناحية هذه كاينين قاعد نسلي في برغرامتنا كيشوفوك أقول لك أهلا مغيبرا فيك كنائس وليك ديك الكنائس اللي كاينين كاملين ديال الناس الأجانب احنا يا كامرا ما ما عندناش لحق الولوج لها ولا لا استفادة من الخدمات ديالها نهائيا فهذا كي يحسسنا بواحد نوع ديال الحقرة يعني أنت في بلادك في واحد لأواحد حاجة عندك فوس بلادك لحق تتقرب لها تحس بها ماشي نورمال نهائيا الآن كانت تعويض الحل الوحيد اللي عندنا هو اللقاءات البيتية وفي المغرب أغلبين المسيحيين هما مسيحيين إنجليين وهذا واحد نوع ديال أن الإنجليا أصلا يعني كي آمنوا بأن الكنيسة ماشي بالضرورة في أحد المكان معين ممكن أن نتلقوا في أي مكان واحد جمع مجموعة مؤمنين فإننا كانت مثل الكنيسة لذلك هذي واحد الفليكسبيلي تاعدنا ولكن هندما كي منعش أننا كان بغير بالصحي يكون عندنا مكان معين لأننا هكا وثناء كان عندنا عراق الوحدة أخرى لذلك هي فيها إيجابيات وفي نفس الوقت لديها سلبية البديل الوحيد اللي عندنا هو البيوت وبيوت حاليا بيوتنا هي كنائسنا تطرح المشكلة بالنسبة لأحد الشخص اللي هو فرد بوحدته في العائلة وعائلته مسلمة ما غاديش يمكن له هذك يكون كيعيش العزلة تريبل كتوقع بزاف ديال العراقي لما نزاوج مثلا يعني أنا زوج جريحة ومسيحي ما عندنا شي علاقة باش نزوجه بعقد إسلامي فيها فيها هذك أصداق وفيها أعلى سنة الله ورسوله ويزوجك عدول اللي هو شخص اللي يكيمتل المسلمين فبالنسبة لي إحنا هاد شي كامل ما عندنا شي علاقة بينا ولكن حيث ما عندكش تخرجة أخرى كتطر تديره سنة الله تولي مع القانون تولي مجرم ممكن في أي رحضة يلقى عليك القادو يتطبق عليك فسرة واحدة أخرى كتولي في علاقة الزينة في ذيك الحالة وأنت متزوج ماشي الزينة ولكن ما عندكش تارقة واحدة أخرى باش تزوج بيها بالتارقة اللي كتحس بيها متى فعلا اللي كتمنت لك متى عائل إحنا كمسيحيين كان آمنوا بالحرية كان آمنوا بها يعني أنا الله خلقنا أحرار كل واحد يدير اللي بغا يدير كان قانون كي نتضمنا إياه ولكن كان شي حوائز ممكن لكش تجرمها فقط من منظورة معينة وحادي يعني كان وحادي ناس وحدا أخرى اللي يقولوا لا ذاك ماشي جاريمة دونك فالحال هذه خصنا نشوفون نكونوا بصحة ديمقراطيا يعني بصح نعتمد الدمقراطيا فالنقطة هذه كانت ضيقات كان أحيان كتير اللي كيوقع حاليا أنه مثلا كيكون استنطاقات ولكن ما كي ما كيورتقوهاش استنطاقات مثلا من طرف الشرطة ولكن بيدون محضر فبالتالي ما كيمكن لك شتبت شي حاجة يعني كي ماسوا عليك واحد النوع ديال الضغط نفسي وفقط ولكن من ناحية القانونية مع لك باش تزيد تابعهم ولكن يمشيوا مثلا لان صيفته اي شرطية بصيفة غير رسمية عند الأسر ويقوي يعني كي نوع ديال نهدار مع رجلك نهدار مع ابا كمك نهدار مع أطراف العائلة باش نزيد بحالة نحرجك ندير لك نقوحة ضغط معين غيثة اللي كان مغير وجهها أنك أن الإنسان يعني يموت من أجل حق دياله باش يعني على الأقل ما ضمنتيش تاخد حقك تبقى مع راسك ترونكيل تبدو أن القانون المحتارب الأطراف الأخرين اللي مختلفين راه صيف غاي ممكن إحنا يا كنا كنا نقولوا إحنا ركامين مغاربة مسلمين ولكن كي ناس اللي كي تبدلوا أن الناس عندهم لحق يغيروا الموقف ديالهم يغيروا حياتهم ما كيش باش يجيوا اللي قانون كي منع أنك أنت يتغير يعني راتي كينفيك نهائيا كينفي وجودك تينفي عقلك كينفي تفكيرك كينفيك نهائيا وهذه شي حاجة لما يعني قلت تقول أنت عايش ولي كينميس بحل وحد زومبي وهذه شي حاجة لما يمكنك لا تضاق كتبقى قادية المجتمع بزاف نتك بقوا يقول لك لا احنا تخصنا المجتمع يتغير وعد نغير القانون لا أنا نضدد الفكرة هذه نغير القانون نهارما نغير القانون ومن بعد أوطماتيك مو إنسان كيت أدطى مع القانون مع الممارسة اشتركوا في القناة